أشهد أن لا إله إلا الله وهكذا جاء الاقتران بين هذا الاسم حكيم وبين العلي في قوله تبارك وتعالى في آية الشورى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ثم عقب ذلك بهذين الاسمين إنه علي حكيم وقد ذكر الطاهر بن عاشور رحمه الله وجه الارتباط لوجه التعقيب في هذا الموضع وكنت ذكرت لكم فيما سبق أن مثل هذه الأمور حتى يتبينها طالب العلم يحتاج أن ينظر في كل موضع بحسبه فتتجلى له وجوه من الارتباط في هذه الأسماء بحسب المناسبة فهنا في مقام الوحي كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب إلى آخره حاصل ما ذكره الطاهر بن عاشور رحمه الله أن الله جل جلاله أعظم وأجل وأكبر من أن يكون خطابه وكلامه ووحيه مباشرا إلى المخلوقين في هذه الحياة الدنيا فإنهم لم يحصل لهم التهذيب ولم يحصل لهم التكميل الذي يتمكنون فيه من رؤيته سبحانه وتعالى مباشرة أو من أي خاطب الواحد منهم مباشرة بلا واسقة الرسل عليهم الصلاة والسلام وإنما كان ذلك عن طريق الملك وإن وجدت حالات خارجة عن هذا الأصل لكنها قليلة أو نادرة كما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام كلمه ربه والنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج لكن لم تكن هذه هي سنته سبحانه وتعالى مع الآدميين في هذه الحياة الدنيا إنما جرت سنته أن يبعث إليهم الرسل من الملائكة وهؤلاء الرسل يتصلون برسل من البشر يبلغون سائر الناس أما الكفار الجهلاء فكانوا يعترضون على هذا ويقولوا لو لا يكلمنا الله أو تأتينا آية فهذا خارج عن سنته الجارية جل جلاله وتقدست أسماؤه هذه خلاصة ما في التحرير والتنوير ترجمة نانسي قنقر